موسيقى موسيقى جلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغيير المناخ مثل العواصف والفيضانات وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في دورة 27 هو أول مؤتمر يقر مسألة الخسائر والأضرار ويسعى لوضع آلية واضحة للتعاون والتعامل بجدية مع هذا الموضوع استطاعت الصناعة المصرية أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية حيث يعد قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية ويسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلي وبحسب تقريرا من وزارة الصناعة المصرية فقد بلغت استثمارات مصر في الصناعة نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2020 وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالية الاستثمارات العامة فضلا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021 بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر توقعت منظمة التجارة العالمية أن يساعد تمديد صفقة الحبوب على خفض أسعار المنتجات الزراعية الأخرى في العالم وقالت إن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب في منطقة البحر الأسود خبر مرحب به إذ تستمر في مساعدة ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من الجوع الحاد من خلال تهديئة الأسواق ممثل المنظمة قال إن إغلاق التجارة من البحر الأسود يهدد بأحداث أزمة غذائية عالمية ستعاني منها أفريقيا والشرق الأوسط أكثر من غيرها تحركت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين في التداولات المبكرة الأثنين مع انحسار المخاوف بشأن المعروض في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار وتراجعت العقود الأجلة لخام برينت لشهر يناير 1.17 دولار أو 1.3% إلى 86.45 دولار للبرميل بعد إن استقارت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر وهبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر دون 80 دولار للبرميل بانخفاض 90 سنت اشتركوا في القناة